بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة لبابا الإسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية توادرس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أكد وزير الداخلية في البرقية أن تلك المناسبة نصدقي منها مشاعر المحبة والمودة ويكرس الاحتفاء بها التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية الذين أثبتوا أنهم عصيون على الانكسار كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للأنباء إبراهيم إسحاق السيدراك باتريارك طائفة الأقباط الكاثوليك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للقص أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجلية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد حيث أعرب خلالها عن تقديره واعتزازه لأبناء الطائفة الإنجلية في مصر كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لجميع الإخوة المساحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء المساعدين والمندوبين ومعاون الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في البرقية أكد محمود توفيق أن الاحتفاء بعيد الميلاد المجيد يعكس صلابة ما يجمع أبناء الأمة المصرية عبر الزمان ترجمة نانسي قنقر